مرحبا يعطيكم العافية وسلام للجميع اللي بتابعيني على الفيسبوك بعرف اني انا من الناس اللي كتير بنغاز وبموتوا من الاشعاعات الاشعاعات طبعا هي اكبر فيروس ممكن يقتلنا ويقتل الجميع لانه هاي الاشعاعات هدفها مغري هدفها واحد سيء واحد منافق كاذب لانه الكذب هو اسوأ شيء في هذه الحياة وهذول الاشخاص اللي عملوا هذه الاشعاعات فقط لنشر الرعب والكذب بين الناس للأسف حسابهم عند الله سبحانه وتعالى فقط لن نستطيع مش هنقدر نمسكهم لكن واجبنا جميعا انه نبين هذه الاشعاعات ونكذبهم ان شاء الله ونحط اصبع في عينهم زي ما بحكوا اذا وصلكوا اي شيء لازم دايما نحكي نفكر نستخدم العقل البشري وان شاء الله رب العالمين راح نقدر نقضي على هاي الاشعاعات انا دائما بحكي انه ما بعرف كيف هاي الاشعاعات تنتشر كالناري على الهشيم يعني بتشعر انه كل الوطن العربي مشترك بجروب واحد تجيك اشاعة من جروب بعد دقيقة بتصير تجيك من جروب الثاني الثالث الرابع الخامس السادس يعني بيرح يصلتني اشاعة من خمسة عشر جروب خلال نص ساعة من خمسة عشر جروب يعني تشعر بيعرفوا بعض يا اخي مع انه ما دول بعاد عن بعض ولا عمرهم شافوا بعض بس سبحان الله كيف انتشارها ما بحكي انه الاجانب ما بنشروا لكن قليل جدا يعني بوصلني انا مشترك مع ناس تانين بوصلني بس مش بهذه الطريقة مش بهذه هنحكي اليوم عن بعض الاشعاعات اللي تداولت عشان موضوع الفيروس الجديد اول اشي انه روسيا اطلقت خمسمائة اسد عشان يقتلوا او يمنعوا حضر التجول هذا كذب طبعا روسيا لم تطلق اي شيء وانكرتوا الموضوع وطلع هذا الصورة اللي حطوها مفبركة من ساوث افريكا في اسد هرب وصوروا وانتهى الموضوع ما الهدف من هذا الموضوع اثنين سكان منطقة جبل لبنان يتفاجؤون بحجام كبيرة من الخفافيش طبعا ما في خفافيش بهذا الحجم لناش يعني خلينا نكون واقعيين خفافيش حجمها صغير وهذه الصور اللي كانت اكيد صور مفبركة وقديمة ولم تلتقت اصلا في لبنان وهي عبارة عن تماثيل ناس او مش تماثيل العاب كانت استخدمها الثلاثة فيديو لن الشعب الايطالي يصلي مع المسلمين خوفا من الكورونا طبعا هذا غير صحيح والفيديو تم نشره بطريقة غريبة انه خلاص الايطاليين فقدوا الامل ونزلوا يدعوا ويصلوا والايطاليين صاروا يصلوا معهم هذا الحقيقي هو فيديو نشر في 2017 عندما تضامن بعض الامريكيين ضد قرارات ترامب ضد المسلمين الرابعة الصور مرعبة وهي سقوط مئات الايطاليين بسبب فيروس الكورونا نايمين على الارض هيك وطبعا نشروها قبل هيك انها بالصين هاي الصورة غير حقية الصورة في فرانكفورت من 2014 مش هحطولكم الصور والمصادر لانه ما بدي انشرها لانها كذب فيعني اذا بوصلكوا شغلة فكروا فيها وهي طبعا كانت مشروع فني وسينمائي عشان يحكي عن المشاكل اللي سوتها الاعتقال النازي في المعسكرات في النقطة الخامسة الفيديو المتداول بعنوان انه الرئيس الصيني يعلن ان كورونا ليست فيروسا بل هي غاز السرين طبعا هذا فيديو مدبلج انتشر من كمئات الملايين الفيوز وانا عملت عليه ريبورتس وبتمنى انه كل واحد يوصل وروح يعمل عليه ريبورتس لليوتيوب هو فيديو غير صحيح هذا الرئيس الصيني انا ماسمعت الفيديو الصحيح الرئيس الصيني بيهنئ الصينيين بمناسبة حلول عام 2019 رقم ستة الفيديو المتداول عن نشيد ديني اقامته نيزولندا للتوسل لرفع بلاء فيروس كورونا غير صحيح الفيديو الحقيقي هو من متحف ايا ايرينتي في اسطنبول بتركيا لفرقة الفاتح السلطان محمد من سرييفو منشرة في عام 2011 طلعوا كيف بحاولوا انهم يلفقوا السابع ما يتدول عن قطار امريكي يحمل اسم كوفيد ناينتين شهده عام 2019 هذا غير صحيح لانه مبين من الخطوط انه هذه الصورة معدلة رقميا سواء فوتوشوب او اشياء ذلك اه طبعا بنحكي انه لا تنشروا لا تنشروا يعمل انتبهوا بايجاد الهاتف طبعا مبارح ورضو اجاني فيديو اه بنا نحكي عن المعلومة التامنة اجاني فيديو انه الدكتور كومون هو تونسي اكتشف اللقاح في المانيا ورفض يعطيها رفضا قطعيا لالمانيا الا بعد ان يسلموا وينشروا من بلاده تونس طبعا الفيديو مدبلج لا اه المستشارة الالمانية وكذب وما في منه الحكي ان شاء الله يكون واحد عربي لا لا يعني بالعكس هذا احب ما علينا لكن ليش ليش نكذب يعني اوكي الكذبة يوم يومين ثلاثة هتكتشف اه برضو اه كان في في فيديو اصدر انه عاجل دخول عشرين مليون صيني بالاسلام بعد ان ثبت انه كورونا لا يصيب المسلمين هذا كذب طبعا الفيديو قديم جدا لناس في الصين في 2016 اي ثنك اصلا الكورونا ثبت انه بصيب المسلمين فكفى خرافات يعني اه برضو انه الصين تعتذر للمسلمين بسبب فيروس الكورونا اه وصورة لسيدة كانت بتغني وبتعيط وانه احما عشان اذل ايجور طبعا انا ترجمت وعملت فيديو خاص بالموضوع هذا الفيديو ليس له اي دخل في الموضوع الفيديو هذه الصورة لسيدة بتغني لو مدينة وهان وبتعيط من المشاهد وبتحكي انه يعني سنأخف معكي ايا وخان سنأخف معاكي ايا تشاينو اه فيديو ناس مليانة تموت من اه هذا اللي بتلاقيهم هايك عاديا ونيمان على الارض وفيه كم دكتور جلسين وقفين لبسين شرطات وبدون كممات هذا فيديو تمثيلي من تايلند لفيديو لفيلم وأثبت عادين هيك وزاتينهم على الشوارع وما فيه كممات خلينا نكون كومان سنس الموضوع كذب فيه فيديو برضو حكوا أنه صينيين يحملون المصاحف ويقبلونها واعتنقوا الإسلام هذا فيديو قديم للأناجيل وزعوا أناجيل في كنيسة وصاروا هدول المسيحيين الصينيين اللي تنصروا أنهم يبوسوا الأناجيل الفيديو كان الريزولوشن تبعه سيء جدا فبالتالي الناس ما شافت صح طبعا انتشرت برضو فيديوهات وصور أنه الغرغرة بالماء بمنع الفيروس وهذا كذب وما فيه منه لن تفيد نهائيا أكل الليمون والزنجبيل يمنع الفيروس خلينا نحكي بس أكل الزنجبيل والليمون جيد لتقوية جهاز المناعة ولن تمنع الفيروس فيتامين سي يس بيقوي جهاز المناعة والزنجبيل بس إذا عندك الفيروس لن يفيدك هذا الموضوع وخاصة الزنجبيل لا تشربوه ولا لا تأكلوه إذا عندك كحة لأنه خاصة في الكحة الناشفة ومعروفة هاي في الطب العربي أو الصيني أو الشرعي إنه عدم شرب الزنجبيل لأنه بيقوي الكحة الفيروس يبقى في الفم طبعا هذا ما في منه الفيروس بدخل جوه الأنسجة وما بيضله برا هيك متوزع عشان لما تشرب ماي وينتظرك في فيديو أو صور انتشرت أنه وزيرة الصحة المصرية تقدم اللقاح للصين طبعا هذا الصورة مفبركة ما الهدف منها هل تشويه صورة مصر يجمع شعوبنا مش نائصها يعني يعني أوكي يوم يومين ثلاث بيبين مصر ليس لديها اللقاح ولم تصل للقاح وأصلا في هداك الوقت ما كان عندهم سامبلز عشان يقوموا على فحص اللقاح فالكذب والفبركة هاي ما عارف شو هدفها هل هدفها نشر إعلامي لمدة يوم يومين بعدين الكذب العراق برضو وصلني برضو فيديوهات وحكيت عنها أنه فيه طبيب عراقي يصل للقاح ومش عارف إيش والآن سهل البردوكت وطبعا آخر شي بيحكي عن علاج تم استخدامه الآن وهذا علاج قديم هو للملاريا وليس لقاح وليس خاص بالعراق هذا الأقين قديم وهالهدف برضو تشويه صورة العراق والعراقيين ربنا يرجع العراق غانم وسالم وغانم في فيديو برضو مركب لصدام حسين بيحكي عن موضوع الفيروس طبعا بيّن أنه دبلجي والحكي وما إلو خصف في موضوع الفيروس وما كان أيام صدام حسين هذا الموضوع فما أدري ليش هالتنفيق طبعا حكينا عن الدبلج اللي صارت برضو مع الرئيس الصيني فجماعة شاطرين يعني فيه صورتين انتشروا واحدة لسيانا واحدة أنه الفسيخ المصري يقتل الكورونا واحدة أنه المنسف الأردني يقتل الكورونا كلاهما كاذب وهي بس يعني تلفيق وكذب فيه خبر صيني أو شفتنا فيديو أنا حكاملت عنهم بيرح أنه فيه خبير صيني بيحكي أنه تبخير الأنف بيأدي إلى قتل الفيروس ومنها الحكي طبعا هذا كذب وما في منه واحدة صينية عم بتبخر في وجهها هذا كلام كاذب وليس له من الصحة وبرضو نحكي أنه وضع السشوار على الوجه برضو بيقتل الفيروس وهذا ما في منه لأنه الجسم بيحاول أنه يعني يسوي درجات الحرارة بالداخلية فما تسمعوا لهذا الكلام وبرضو نحكي أنه بعض الخرافات الخزعبلات هاي لازم إحنا نكون منتبهين منها فيه ناس ماتت يا جماعة من شغلات زي هي فيه فيديو الإيطاليين شفنا أنهم بخرجوا جميعا خلص فقدوا الأمل وراحين للموت وعاديين بغنوا أغنية إيطالية وحاملين شمسيات طبعا هذا الفيديو قديم جدا هم في الكنيسة واتقد في الفاتيكان وعم بغنوا الأغنية هاي الإيطالية فهو فيديو قديم يعني ولا واحد لابس ماسك ولا المصور هل كل فقدوا لا ما فقدوا الأمل إن شاء الله ما فتفقد البشرية الأمل الأدوية انتبهوا يا جماعة من موضوع الأدوية انتشرت كتير أدوية وناس وخرابيط على موضوع الأدوية و طبعا لازم ننتبه لهذا الموضوع لأنها فيها كذب كتير ورياء وضحك عن الناس وللأسف مبارح واحد توفى في أمريكا وحكيت عنه وللسبب أنه تويته من ترامب حكى أنه هذا الدواء سيتم استخدامه تجربته على البشر انتبهوا تجربته على البشر لسه تحت التجربة فلا نستعجل في موضوع أخذ الدواء إلا إذا لا سمح الله دخلت المستشفى وتثبت أنه عندك كورونا وعطاكي يا الطبيب بالمعالج وكنت تحت إشرافه فلا تشتري أي دواء نهائيا أي حكو لك هذا الدواء كويس موضوع فيه برضو انتشر صيدلي عراقي بيحكي أنه كان بتكلم عن موضوع شرب الماء والوضوء وغسل المنخار طبعا الأنف وانتبهت من كلامه أنه هو مش كاتبين الصيدلي العراقي اتبهت من كلامه أنه مش صيدلي ولا إله خاص في الصيدلي يعني من كلامه مش غلمي نهائيا بعدين بدأت أبحث عن الرجل هذا طلع يدرس لغة عربية عنده معظم الفيديوهات تبعته عن أدوات الجزم وأدوات النصب وأدوات مش عارف إيش فهو جيد باللغة العربية لكن في الطب أنا أعتذر منه ليس معلومات كلها خاطئة اللي بيحكي عنها انتشرت كالنارة على الهشيم الأكل الأكل هذا طبعا الثوم الثوم ناس بقول لك دق الثوم حط عليه لمون ومش عارف إيش وفي ناس بقول لك خلل الثوم ويغل الثوم ويشرب ميته الثوم أصلا أنتبكتيريا مش أنتفيرل يا جماعة الثوم بيقوي جهاز المناعة لكنه ليس له تأثير كبير على الفيروسات فكذب واضح الينسون انتشرت أول ما بدينا الينسون واحد كنو كان عندو شحنة ينسون أنا بحكي وبيدي خلصها وفعلا بيع كل الينسون وفي ناس تضررت كتير لأنه الينسون بسبب أضرار إذا شربت كتير منه بسبب أضرار للجهاز البولي والكلأ فانتبهوا منه شرب الفضة السائلة طبعا هذا برضو والفضة هي anti-macrobek أو antibacterial في ناس صاروا يشربوها بكميات كبيرة وأدت إلى تسمم طبعا شرب الماء المتكرر حكينا عنها أنه تضلك تشرب مية كل 15 دقيقة وطلعت هاي الإشاعات وهذا كله كذب شرب الكحول طبعا انتشرت إشاعة أنه الكحول طبعا معروف هذا الكحول أنه بقتل الفيروسات وهذا مظبوط لكن شرب الكحول وخاصة الكحول الموجودة في الأسواق كلها يعني شوف الفيروس اللي بنقتل بدرجة كحول تزيد عن 60% فإذا الكحول 60% بقتل الفيروس لكن هذا بقتله في الخارج داخل الجسم ما بقتله يعني إذا انت شربت كحول 60% ضريت جسمك ما قتلت الفيروس والناس اللي شربوا في ناس 27 واحد تسمموا من زيادة كمية الكحول اللي شربوها ومنهم طفل فتوقعوا هذا اللي نشر هذا الفيروس عقابه عند الله سبحانه وتعالى أكل البوضة والآيس كريم تؤدي لانتشار الفيروس طبعا هذا الحكي ليس صحيح يس الأيس كريم لأنه فيه سكر وبارد شوية بهضط جهاز المناعة لكن لا يعني هذا أنه يزيد من انتشار الفيروس في الجسم وفيه طبعا فيديو انتشر أنه رئيس الوزراء أو رئيس البرازيل كان بيحكي أنه تعيش غزة والمضيع أو أنه غزة هي الوحيدة التي لن تصيبها الفيروس أو الوباء الحالي طبعا الحكي هذا ما فيه كان يحكي عن سيدنا المسيح أنه موجود في بيوتنا والكلمة قريبة هي كاسا غازا كاسا اللي هي البيت في اللغة البرتغالية فالناس يعني نشرتها الترجمة كانت للأسف كاذبة وأجين أنا بحكي أنه هاي عشان تصيب أهلينا في غزة ربنا يحفظهم والآن للأسف وجدنا وسمعنا أنه عندهم بعض الحالات إن شاء الله تكون بسيطة وما تنتشر طبعا هذه هي بعض الإشاعات اللي استطعت أني أجيبها أنا متأكد رح تيجي إشاعات ثانية وحنحاربها مع بعض خليكم معنا في هاي القناة اشتركوا فيها إذا أنتم مش مشتركين عشان نحارب هاي الإشاعات ونوقفها ونوقف هؤلاء الكاذبين طبعا وصلتني شغلة هيكد عجبتني كتير أنه أشكر الله سبحانه وتعالى مش مني أنا بحكيه بس هي وصلت أشكر الله تعالى أنه هو ما انتشر الفيروس وانتشر في الصين عندهم مختبرات وأطباء وأبحاث وعلماء لو بولش عنا ما كان يعرفنا شو القصة وكل واحد بمرض نروح نزوره ونأخذ معنا علبة شوكولاتة وغالكسي وماكنتوش وجواهر وننزل تبويس فيه طبعا عادتنا إحنا عليم الله خلال شهر بنموت كلنا ومش عارفين ليش لكم الحكم السلام السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد